على صعيد المتصل وخلال لقائه قداسة البابا فرنسيس أثنى البطريارك في أوفلوس الثالث على تفاني البطريارك بات سبالة في الحفاظ على الوجود المسيحي في الأرض المقدسة وتحدث غبطته عن التحديات التي تواجه المسيحيين وتراثهم في مدينة القدس ولا سيما المخاطر الناجم عن محاولات مجموعات اليمين المتطرف لتغيير طابع المدينة المقدسة المتعدد الأعراق والثقافات والديانات وأشار غبطته إلى أن جرائم الكراهية وتدنيس المواقع المسيحية من قبل تلك الجماعات يشكل تهديداً كبيراً للوجود المسيحي في المدينة المقدسة وخلال اللقاء قدم غبطة البطريارك في أوفلوس الشكر لدعم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ووصايته على المقدسات مثنياً على جهود جلالته في الحفاظ على الهوية المسيحية والإسلامية في القدس